موسيقى حياكم ومشاهدينا ومرحبا مليون بكل من يتابعنا ويتابع برنامج المجارة تجمعنا مع مواضعها الجميلة وكذلك ضيوفها المتميزين والحوارات الخاصة والحصرية اللي نطلعها لكم دائما في هذا البرنامج وحين خلونا يمسي على زميلي سمير سمير يسعد لمساعد يسعد لمساعد سهام ويسعد كل أوقاتك إن شاء الله ومنورك يا سمير دائما أنتم نورت الله وأكيد أمسي على أستاذ المشاهدين في هذا البرنامج الذي يقدم لكم كل المواضيع الحصرية في دولة الإمارات والأخبار اللي دائما إن شاء الله تنال على إعجابكم نبدأ معكم أول شيء بحصول الطالبة بحصول أول طالبة على الدكتوراه المزدوجة في جامعة الإمارات وفي فقرة إماراتنا مشاهديننا بنتكلم عن مشاركة فريق سفيرات نانتي الإمارات في الفعاليات والأنشطة المجتمعية وفي فقرة هنا الفجيرة اتفاقية الفجيرة للتأمين ومركز ساعد للخدمات بالفجيرة لإصدار التأمين الصحي للإقامة في الإمارات الشمالية وفي فقرة مجلس الدار التدريب الأكاديمي في ريادة وإدارة الأعمال وأيضا طرق دبي تحصل على 5% نمو قطاع الليموزين والحجز الإلكتروني مثل ما شفت سامير مواضيعنا متميزة دائما نقول للأخبار الحصرية اعتادوا المشاهدين يسمعونها ويشوفونها معنا أكيد وإن شاء الله بإذن الله مواضيعنا دائما تنال على إعجابهم ورضاهم بإذن الله نعم مشاهدينا نبدأ مع خبرنا الأول لليوم حيث زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم مكتب الوفد الدائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية اليونسكو وفي العاصمة الفرنسية باريس بحضور سعادة سالم خالد القاسمي المندوب الدائم للدولة لدى اليونسكو وتزامن إعادة افتتاح مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو والذي تم تجديده حديثا مع الذكرى الخمسين لانضمام الإمارات في عام 1972 إلى المنظمة كدولة عضو حيث تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الرامية للترويج لأهمية تعليم الفنون والثقافة فضلا عن تعزيز التنوع الثقافي عبر المنتديات المتنوعة التي تنظمها اليونسكو والدول الأعضاء وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي تجتمع دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو روابط تاريخية في العديد من المجالات وتواصل الدولة دعم المنظمة وعبر جهود واسعة وملموسة أكيد لتعزيز الحوار والسلم وكذلك مد جسور التلاقي بين الثقافات والشعوب وحفظ التراث الإنساني بشقيه المادي وغير المادي فضلا كذلك عن المبادرات المشتركة بين الطرفين والتي تهدف إلى دعم الإبداع والابتكار والعلوم والفنون والثقافة وتوفير كذلك بأحاضنة للإبداع على مستوى العالم أكيد سهام مثل هذه الأخبار دائما تفرحنا بأن نحن ثقافتنا وعادات مجتمعنا الإمارات يتوصل شتى بقاع العالم وأكيد مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة الله يحفظه لفرنسا والتقاءه أيضا بالطلبة وكل من يعمل ويدرس في فرنسا من مواطنين ورعاية دولة في فرنسا أكيد هذا جانب أيضا مؤثر ومهم جدا لكل من يعيش على أرضنا والمواطنين بشكل خاصة كذلك ثنائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على هؤلاء الطلبة والطالبات اللي كانوا في ظل الجائحة جائحة كورونا كانوا متطوعين أساسا موجودين في مستشفيات فرنسا أكيد نوجه لكل من متواجد خارج الدولة يمثل دولتنا أفضل تنثيل نتناله كل التوفيق والنجاح مشاهدين ننتقل الآن إلى فعاليات القافلة الثقافية الإعلامية اللي تنوعت رحلاتها والتي تنظمها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في المحطة الخامسة من الآن بمدينة دبا الفجيرة في محاضرة بعنوان حساب الدرور والتي ألقاها عضو المجلس الوطني الاتحادي سعادة ناصر اليماحي وثم استعراض أهمية هذا النوع من التقويم قديما والآن نتابع معكم هذا التقرير أنا طبعا أعتقد نشكر القائمين على هذه النبادرة ومبادرة طبعا جيدة لأن حسابات الدرور يمكن أن يكون لأول مرة مؤسسة ثقافية تهتم بنقل حساب الدرور للأججال القادمة وبذات يعني من المعروف طبعا حساب الدرور من الموروث التراثي لدولة الإمارات وخاصة إمارة الفجيرة مشهورة بحسابات الدرور فأعتقد يشكر القائمين سيدي الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس سيدة الوجير التقويم والإعلام لاهتمام بالتراث وأيضا اهتمام بهذا الموروث التراثي اللي أعتقد طبعا اليوم حسابات الدرور تعرجنا لكثير من الخاصة بحسابات الدرور سواء كان نشأته وهميته وأيضا كيفية حسب والمنطقة اللي حسبوها فيها أهم المحاور كانت عبارة عن أهمية هذه الدرور لحياة الأجداد والأباء كيف عاشوا مع هذه الدرور وكيف أيضا كانت درور يوميا في حياتهم اليومية وأيضا كان من أهم شيء المنطقة اللي درجت فيها حسابات درور واختلاف حسابات درور ما بين حسابات در البر ودر البحر وأيضا تزامن حسابات مع الموروث التراثي نفسه والأبيات الشعرية الموجودة وأيضا تطلقنا لكيفية حساب الدرور وأهمية هذا حساب الدرور ومتا أيضا حساب الدرور لكل أهمية سواء في حالة التغس أو حتى في الزراعة وأيضا حتى في البحر فكان طبعا تعرجنا لكثير من الأشياء اللي تعلق بالدرور وحساباته وأيضا ذكرنا لأهمية كيف كان أهمية وكيف نتنقل لأجبائنا وأجدادنا حسابات درور وكيف لا زال يستمرون فيه وبشكل يومي في الزراعة وحتى في البحر طبعا مبادرات كانت من حوالي 20 سنة كان بداية لوضع أجندة وكلندر خاص بحسابات الدرور اللي ربطناه مع الشهور الميلادية وأيضا قبل خمس سنوات سوينا أيضا تطبيق خاص في الهواتف للمحافظة على الدرور وذكرنا في بعض المعلومات الخاصة بكل در وأيضا دائما ننبه وننوه أن أولادنا وكونوا حريصين على أن يأخذوا هذه حسابات درور ويعرفوها كيف كانوا أجدادنا عايشين فيها فأعتقد أنه كان الأهم شيء أن ننقل ونحافظ على هذا الدر من خلال هذه التطبيقات من خلال المارسة اليومية لحياتكم اليومية مشاهدينا بروح معكم إلى أجمل الإنجازات حيث حصل الطالبة من جامعة الإمارات على دكتورة المزدوجة في الهندسة الكيميائية من جامعتين مختلفتين الأولى من جامعة الإمارات العربية المتحدة والثانية من جامعة لوفين البلجكية نرحب في هذه اللحظات في ضيفتنا الدكتورة أميرة فارس رشيد محمد زميل ما بعد الدكتورة في جامعة الإمارات العربية المتحدة يا مرحبا فيك ونورتين في برنامجنا الفجيرات أجمعنا تسلم تسلم حياك الله ومشكورين على هذه الاستضافة الجميلة يسعد مساكم جميعا أهلا وسهلا في البداية لو نتحدث عن حصولك على الدكتورة المزدوجة خبرين عن هذا الحدث المميز بالنسبة للدكتورة المزدوجة هي عبارة عن برنامج استحدثته جامعة الإمارات حديثا وأنا كنت أول طالب خريجة بهذا النظام وهو عبارة عن برنامج يهدف إلى توسيع معارف الطالب وزيادة مهاراته واكتساب خبرات جديدة عن طريق دراسة نظام الدكتورة خلال جامعتين بهذه الطريقة أنه إحنا منضمن أنه يكون الطالب قد زاد معرفته ومهاراته عن طريق التواصل مع الجامعات الثانية خلال فترة الدكتورة أول ما سجلت دراسة الدكتورة في جامعة الإمارات خلال السنة الأولى خبرني مشرف الرسالة الدكتورة البروفيسور علي المرزوقي بالتواصل أيضا مع كل الدراسات العلية في جامعة الإمارات أنه إحنا نحاول نبدأ بهذا البرنامج ونتواصل مع جامعات خارج الدولة بحيث أنه يكون عندنا نظام دكتورة مزدوجة بحيث تحصل على شهادتين من الدكتورة من جامعتين مختلفتين ولكن بنفس البحث العلمي الذي تقوم به في جامعتك الأصلية أو الجامعة المضيفة وكانت الفكتورة بالنسبة لي كثير مشوقة نفس الوقت أنها كانت تحدي كبير لأيلي فحبيت أنه فعلا أن أبدأ بهذا النظام الذي انتهى الحمد لله بحصولي على شهادة دكتورة المزدوجة من الجامعة الثانية نعم دكتورة أميري لو تكلمين عن أطرحتك في الدكتورة وهي عملية سلفايل معدلة متعددة المراحل من أجل التقاط ثاني فسي الكربون وكذلك تحليط المياه شديدة الملوحة مشروع الدكتورة كان عبارة عن برنامج أو بحث بيئي بحيث أنه يقوم بمعالج مشاكل بيئية تعاني منها دولة الإمارات وجميع دول العالم بشكل عام وهي عبارة عن معالجة المياه شديدة الملوحة التي تطرح من محطات التنقية أو من المصانع أو من مصافي البترول بحيث أن هذه المياه المالحة لها أثر بإدار على البحار وعلى الأراضي نظام المعالجة يعتمد على التفاعلات الكيميائية والكهروكيميائية لهذه المياه المالحة مع الغازات العادمة أو الغازات التي تحتوي على ثاني أبسيد الكربون وفي النهاية من هذه الجهاز أو الطريقة التي اعتمرت في هذا البحث يتم الحصول على مياه ذات ملوحة قليلة ممكن استخدامها في عمليات الزراعة ممكن استخدامها في عمليات التطبيقات الصناعية المختلفة والحصول على غازات خالية من ثاني أبسيد الكربون وبالنهاية أيضا يتم الحصول على العديد من الأملاح التي يمكن استخدامها في كثير من التطبيقات الأخرى أكيد يعني السبب وراء اختيارك أكيد لهذا التخصص له قصة وهناك أكيد شغف لاختيارك لتخصص الهندسة الكيميائية بالذات لو تخبرين عن السبب السبب هو عبارة عن عشقي للهندسة الكيميائية بشكل عامل هي التفاعلات الكيميائية والتطبيقات الكيميائية في جميع الأمور مثل في الصناعة في البيئة في حماية البيئة في التكنولوجيات المختلفة العلاقة في التطبيقات الصحية كان عندي شغف في التطبيقات الهندسية بشكل عام وبالذات الكيميائية لما إلها دور كبير في حياتنا بشكل عام نعم دكتور لك الناجح مبدع أكيد تحديات وصعوبات خلينا نتكلع عن تحديات وصعوبات لواجهتش كونش درستي في جامعتين مختلفتين كان أهم من التحديات الممكن أنها تواجه أي طالب بشكل عامل هي زيادة عدد المتطلبات التي تريد إنجازها في فترة زمنية تقريبا تعتبر واحدة لأي طالب دكتوراه فكان بالنسبة لي إنهاء المتطلبات في جامعة الإمارات وإنهاء المتطلبات في جامعة كيليوفن استغرق الكثير من الجهد ولكن يجب أن يكون ضمن فترة زمنية ثابتة ولكن دعم جامعة الإمارات الدعم المادي والدعم المعنوي والإرشاد والتوجيه من المشرفين من جامعة الإمارات وجامعة كيليوفن كل هذه الأسباب أدت إلى تحدي الصعوبات بطريقة ناجحة والحصل على نتائج الحمد لله كانت تعتبر إنجاز كبير للجامعة الآن من بعد حصولك على الدكتوراه المزدوجة هل هناك تأثير على مجرى حياتك من حصولك على هذه الدكتوراه من جامعتين مختلفتين أم بقي الحال كما هو بعد حصولي على الدرجة المزدوجة في الدكتوراه أشعر بأن أثرها كان إيجابي جدا على طلاب الدراسات العليا في جامعة الإمارات بشكل عام بحيث أنه عدد كبير من طلاب الآن توجهوا نحو الدراسة الدكتوراه المزدوجة وفعليا عدد منهم الآن ملتحقين بهذا النظام كان بالنسبة لحصولي على شهاد درجة الدكتوراه المزدوجة أيضا وسعت من معارفي ووسعت من الخبرات التي اكتسبتها في خلال الدكتوراه حيث أن تعرفت على باحثين ودارسين وعلماء من جامعات خارج الدولة هذا أدى إلى زيادة نطاق المعرفة وزيادة نطاق البحث وتطوير أفكار جديدة قد كنت بإضافتها لمشروع ورسالة التروحة في خلال الدكتوراه نعم من مكانتك وتفوقت هذا نباتش تقدمين رسالة للطلبة أو الخارجين بوجه رسالة لجميع الخارجين من الهندسة الكيمائية وجميع الهندسات وجميع التخصصات إذا كان عندك طموح في إكمال دراستك ورغبة فاعلم أنك سوف تلاقي الدعم من جامعة الإمارات وجامعة أي جامعات داخل دولة الإمارات الحبيبة سوف تلاقي أن هناك دعم كامل مادي ومعنوي وتوجيه وإرشاد لك فشجع جميع الطلبة شما كان في حال رغبتهم لحصول على شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراه لا يتوقف حلمك عن رغبة بل يبدأ بالعمل في تسجيل الخطوة الأولى في كل نظام أنت تريده أو تريد تحصل عليه أكيد يا رب العالمين الله يوفقك إن شاء الله ومثل ما تفضلتي لا ينتهي المشوار عن نقطة معينة بل كل نقطة هي بداية لسطر جديد وقصة جديدة الآن دكتوراه هل هناك طموح آخر تسعين للوصول إليه وكي تنالي الخبرات أخرى بإذن الله في المستقبل؟ بالنسبة للطموح في المرحلة القادمة الآن هو التوجه نحو للعمل الأكاديمي والأبحاث جامعة الإمارات ودولة الإمارات وجامعة الإمارات وكلية الدراسات العليا تمدنا بالدعم الغير منقطع دائما وأبدا في جميع المراحل في جميع الأفكار التي نريد أن نختبرها نريد إكتشافها نريد توصيل معلومات جديدة للطلاب دائما هناك الدعم للجامعة فأنا الآن أطمح إلى الانتقال لمرحلة الأكاديمية والأبحاث وفي جامعة الإمارات وبوجه رسالة للمشرفين لساعدوني للوصول لهذه المرحلة ورسالة لجامعة الإمارات ودولة الإمارات بكامل الشكر والعرفان لوصولي لهذه المرحلة موفقة دكتورة أميرة فارس رشيد محمد زميل ما بعد دكتورة في جامعة الإمارات العربية المتحدة شكراً على هذه المداخلة شكراً جزيلاً لكم وشكراً على استضافتكم جميعاً الله يعطيك يا سمير نستمرين إن شاء الله نستمرين بس بعد هذا الفاصل مشاهدين تريونا بعد هذا الفاصل ردي لكم بفقراتنا المتنة نادي الإمارات الرياضي الثقافي من الأندية التي تهتم بالبرامج التوعوية والتثقيفية للأسر والمجتمع من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات وتعزيزاً لهذا الجانب الهام شكل النادي فريق سفيرات نادي الإمارات والذي يضم في عضويته عناصر نسائية مميزة تمثل الجهات الحكومية وأيضاً المجتمع وعدد من الإعلاميات والمثقفات والمهتمات بالشأن العام من القطاعات المختلفة نتعرف على التفاصيل في فقرة إماراتنا مشاهدنا خلونا نرحب بالأستاذ الإعلامي حليما الرئيسي منسق اللجنة الثقافية والمسؤولية المجتمعية بفريق سفيرات نادي الإمارات الرياضي الثقافي فرحباً بتنورتين يا مرحباً تنسي المايك وتحاورين لا 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 خلوني شوي أتعد عن مجال المايك والهذا خلوني ضيف الله ياردك لعاكم حسن السعداء جداً تواجدت اليوم معانا أنا قاعدة أقول من خلف الميكروفون إلى عالم الرياضة هذا السؤال يعني هذا من خلف الميكروفون إلى عالم الرياضة بداية طبعاً أنا سعيدة أني معاتش المرة الثانية حبيبتي سيهام أيضاً زميلي طبعاً وسعيدة وأشكر قناة الفجيرة أنه طبعاً دائماً يدعموننا خاصة أننا الإعلاميين يعني ما يقولوا إعلاميين وخلاص لا فيه تواصل يعني إعلامي معنا من خلف الميكروفون للمجال الرياضي طبعاً كان في 2016 البدايات طبعاً من خلال ترشيح أحد الزملاء الإعلاميين بأنني أنضم لفريق اللجنة الثقافية بنادي الإمارات الثقافي الرياضي وكان طبعاً وقتها ماسك اللجنة الثقافية طبعاً الزميل الإعلامي خالد النقبي اللي الحاليين طبعاً ماسك مدير القسم الإعلامي بالنادي طبعاً لغاية تقريباً 2021 سنة اللي فاتت تم تشكيل الإدارة الجديدة ومن بعدها طبعاً كان لي شرف أني أكون في عضوية فريق سفيرات نادي الإمارات وبالتالي كانت هذه الرحلة معاي في مجال الرياضة وفعلاً من 2016 لغاية 2021 لغاية اليوم طبعاً وجود حليمة في المجال الرياضي أضاف لي الكثير ما شاء الله عليه أكيد اليوم نحن فخورين فيك وفخورين بأداءك المتميز وتنوع الموهبة لديك واليوم ترشيحك لمثل هذه المناصب ومثل هذه المسؤوليات لا يأتي إلا لما يكون شخص المناسب في المكان المناسب لكن اليوم نتكلم عن الجانب الإداري الرياضي هل الجانب الإداري الرياضي يقتصر فقط على العنصر الرجالي أم النساء أيضاً قادرات على حمل المسؤولية في الجانب الرياضي خاصة في إدارة النوادي لا أنا أعتقد أن نحن في العشر سنوات الأخيرة طبعاً نحن نقول أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام طبعاً الدولة في عام ألف وتستمائة وسبعين والدنا الشيخ زايد طيب الله ثرى دعا إلى تمكين المرأة طبعاً بتشجيع من والدتنا الشيخة فاطمة أنت مبارك الله يحبظها وكانت البدايات من هنا أن المرأة طبعاً تدخل في مجال العمل وكثير من المجالات وخلال خمسين عام من عمر الدولة طبعاً قدرت المرأة تثبت أنها وخاصة في دولة الإمارات قدرت تثبت أنها فعلاً قادرة أنها تنحط في أي منصب وطبعاً نحن نشاهد كثير من النماذج في دولة الإمارات طبعاً نحن نقول اليوم المرأة في دورة الإمارات أو بنت الإمارات أصبحت طيارة عسكرية طبعاً ما ننسى مريم المنصوري أيضاً ما ننسى اليوم المجال السياسي اليوم طبعاً المجلس الوطني الاتحادي يضم خيرة من بنات الإمارات وكثير وكثير طبعاً أنا إذا أتكلم ما شاء الله كثير من طبعاً الإنجازات اليوم التي ظهرت في دولة الإمارات نحن الدورة السابقة حتى في المجلس الوطني كرئيسة مجلس وطني نعم صحيح اليوم نحن نقول أن هذا مبغريب على بنت الإمارات بنت الإمارات قدرت بدعم من قيادتنا الرشيدة الله يحفظهم يطول بعمرهم قدرت أنها تحتل أي منصب في دولة الإمارات فأعتقد أن دخولها في المجال الرياضي والإداري جنباً إلى جنب الرجل هذا شيء مبغريب عليها خاصة أننا اليوم ربما أننا المرأة في دولة الإمارات أصبحت اليوم ملهمة للمرأة في العالم صحيح نعم أنا شفت فيديو قبل فترة طبعاً لسيدي صاحب اسمه شيخ محمد بن زايد رئيس الدولة الله يحفظه وهو قاعد يستقبل بعض أبناء من الخارج قال لهم كلمة وحدة قال كل واحد فيكم يمثل نفسه ويمثل دولة الإمارات وقال كل واحد فيكم اليوم يعتبر سفير صحيح لبلاده هذه الكلمة سبحان الله أنا استشعرتها لما تم اختياري طبعاً لفريق سفيرات نادي الإمارات وسمعتها الكلمة بعد طبعاً بعد ما أنا طبعاً تم اختيار أن يكون عضوة في هذا الفريق وكان شرف لي طبعاً حسيت أنه فعلاً يعني اليوم أنا كامرأة كحليمة الرئيسي سواء وجودي في المجال الإعلامي أو المجال الرياضي أو المجال تربوي أو المجتمعي اليوم أنا لا أمثل حليمة إنما أمثل قيادتي الرشيدة التي واقفت تدعمني نعم قاعدت تدعمني طبعاً أول بأول فأعتقد أن المرأة قادرة أنها تخوض المجال الرياضي والإداري وأعتقد أن هذا الشيء يمكن في بعض الأندية بدوها قبل سنوات لما نتكلم في إمارة راس الخيمة كانت البداية يمكن أن نحن في نادي الإمارات في 2016 مثل ما أنا قلت أننا نحن مجموعة من الخوات يمكن أنا وأختين طبعاً وقدرنا نحن نضم خوات ويانا في اللجنة الثقافية حالياً لما تم تشكيل طبعاً في 2021 وحالياً عمر فريق سفيرات نادي الإمارات تم تشكيل فريق سفيرات نادي الإمارات طبعاً بدأ الفريق بـ 24 عضوة اليوم 27 عضوة وفي البدايات قلت أن معظمهم يمثلون هيئات ومؤسسات وقطاعات مختلفة هذا المهم في حديثنا الآن يضم مثل ما ذكرتي الكثير من الأعضاء من فئة النساء ومن قطاعات مختلفة كيف اليوم وجود هؤلاء الشخصيات اللي يمثلون القطاعات المختلفة في إدارة نادي أنهم يعززون مكانة النادي ويكونون مرأة للمجتمع والشعب نعم اليوم طبعاً كان هدف تشكيل فريق سفيرات نادي الإمارات طبعاً الثقافي الرياضي مثل ما ظلنا كان بتوجيهات ودعم وستراتيجية حكومتنا الرشيدة طبعاً نحن في إمارة راس الخيمة كمرأة نلاقي دعم طبعاً من سمو الشيخة هنا بن جمع الماجد حرم سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي اللي دائماً تدعمنا وتشجعنا في كل المجالات والقطاعات يعني دائماً نلاقي تشجعنا تدعمنا تبادر بسؤال عننا يعني فهذا يعني لما نشأ الفريق كان الهدف منه أن اليوم في كل مجال كل قطاع لابد أن هناك إمرأة متميزة فهنا كان الهدف أن هذا التميز لا يقتصر فقط في مجال العمل نفسه اليوم نحن لا نعتبر مثلاً مجال رياضي كلنا ما نختلف أن نظرة المجتمع أن المرأة كيف تدخل النادي كيف تروح النادي ليش تدخل النادي ليش تحضر مباريات حتى يعني إحنا بعد ما شكلنا الفريق وقدرنا نتواصل مع الأسر اكتشفنا أن كثير من أولياء الأمور وخاصة النساء يعني من القائدة في الأسرة الأم اكتشفنا أن محتوى خلفية بالبرامج طبعاً سواء كانت الرياضية أو كانت الثقافية أو المجتمعية اللي قدمها الأندية فاليوم إنه بيوصل هالشي لازم اليوم أنا كامرأة لازم إنه بيوصل حق المرأة اللي مثلي الأم اليوم أنت أم أصلاً أنا أم اليوم نعم أنا أم لكن في النادي سواء في نادي الإمارات أو بشكل عام في مجال الرياضة المرأة شو هي زوجة لاعب أم لاعب أخة لاعب ابنة لاعب ولكن ما عندها الخلفية فقط هي قاعدة تطلع موهبة طرشاً نادي لكن ما قادرة توصل ما تعرف إحنا فكرنا اليوم مختصر على شو أنه النوادي فقط كرة القدم الفريق الأول ولكن هناك في فرق أخرى هناك لجان أخرى طبعاً معظم النوادي متميزة فيها نعم أكيد أستاذة هذه الأشياء كلها رح نتعرف عليها معاش بإذن الله من العقب هذا الفاصل أكيد أكيد مشاهدين نتريون بعد هذا الفاصل مكلمين حوارنا الشيخ أستاذة حليمة يا مرحبا بكم من يديد مشاهدين وأكيد نحن مستمرين للحديث مع الأستاذة حليمة الرئيسي إعلامية ومنسقة اللجنة الثقافية والمسؤولية المجتمعية بفريق سفيرات نادي الإمارات أستاذة نحن كنا نتحدث قبل الفاصل عن دور النادي في تقديم الخدمات للمرأة بشكل عام لأن اليوم فعلاً مثل ما ذكرتي المرأة هي أم اللاعب وأخت اللاعب وابنة اللاعب فجزء كبير من الرياضة أيضاً المرأة فنبي نعرف معاش تفاصلك نعم طبعاً أنا أكمل طبعاً أنت ما عطيت مجال السهام أنا أستسأل السؤال شفت بس ما مشكلة أنا أكمل وحياك أن اليوم كان لابد أن المرأة تصل للمرأة التي مثلها في البيت فكان لابد اليوم تشكيل فريق سفيرات نادي الإمارات كان مثل ما قلتنا في البداية كان على نهج طبعاً استراتيجية حكومتنا الرشيدة طبعاً كان الهدف الثاني أن نحن نوصل للمرأة في المنزل نثقفها بدور النادي طبعاً الفرق الموجودة في النادي كيف تقتنع اليوم تطرش إحنا اليوم ليش يعني نفكرني من بره ليش ما ننشأ جيل اليوم عيالنا طبعاً يطلعون باتشر يكبرون من خلال الأندية الموجودة واللي الدولة تدعمها ليش إحنا ما نلاقي عيالنا يدوب فقط يعني يروحون فترة معين نردون فكان تشكيل فريق سفيرات نادي الإمارات أنه اليوم المرأة تصل للمرأة للأم الأخة الزوجة توصل لبيتها وتوصل لها اليوم طبعاً إحنا ما نتكلم فقط عن نادي الإمارات ولكن بشكل عام عن دور الأندية وأهدافها والبرامج اللي موجودة عندها أستاذ حييم ما شاء الله يجب أن تأتي ملسق اللجنة الثقافية في الفريق لو تتكلم عن استراتيجية أو رؤية هذا الفريق نعم طبعاً لربما رؤية طبعاً فريق السفيرات واللجنة الثقافية أو لجنة الثقافية رؤيتها وهدافها مبثقة من رؤية واستراتيجية فريق سفيرات نادي الإمارات مثل ما قلنا بداية طبعاً أن إنشئ الفريق ليدعم اليوم المرأة طبعاً كان في المجال الرياضي أو في المجالات الأخرى وأيضاً الهدف كان أيضاً نحن اليوم نكون شراكات مع مؤسسات مجتمعية اليوم وجود عضوة من فريق سفيرات الإمارات في كل مؤسسة من مؤسسات إمارة راس الخيمة وهذه العضوة لم يتم اختيارها من عبث إنما متميزة فاليوم هذه العضوة لم تتميز فقط في مجال عملها إن بلا في المجال الرياضي وأيضاً وليس أكثر الهدف الرياضي إنما الثقافي والمجتمعي وطبعاً هذا مبثق من خلال المبادرات والأنشطة التي قمنا فيها من خلال عمر الفريق سنة كاملة ما شاء الله عليكم خلال سنة كاملة لكم نشاط كبير وواضح وخطوة مميزة جداً اليوم يعني وجود السفيرات من كل مؤسسة يضع لكم جسر للتواصل بسهولة مع الجهات هذه فمثل ما ذكرت الشراكة المجتمعية مع المؤسسات مهمة جداً ذكرتي سنة خلال السنة هذه أكيد هناك ورش ومحاضرات ومبادرات مهمة أطلقتها نريد أن نتعرف ونصلط الضوء عليها نعم طبعاً من أهمها أنه طبعاً كان للفريق دور كبير في تنسيق أيضاً بعض الشراكات المجتمعية مع بعض المؤسسات والدوائر في إمارة راس الخيمة أعتقد يمكن مجموعة كبيرة من الشراكات شارك فيها في فريق السفيرات وتم توقيحها مع النادي بالإضافة بعض طبعاً الورش والمبادرات والفعاليات سواء كانت وطنية تربوية توعوية صحية طبعاً متنوعة كانت يعني بدءاً نحن بداية طبعاً بدينا بالتوعية الصحية من خلال طبعاً بعض المناسبات الصحية أو المبادرات الصحية مثل سرطان الثدي واليوم العالمي للسكري من خلال المحاضرات والفعاليات وأيضاً المبادرات الوطنية طبعاً نحن من خلال النادي واللجنة الثقافية وبالتعاون مع إدارة النادي اللي دائماً طبعاً تدعمنا ومعانا أول بأول اللي ربما قدمنا أجمل احتفال اليوم الوطني ما توقعنا الحضور كان فوق ثلاثة آلاف زائر ما شاء الله يعني وكان جمهور فضيع جداً فهذا دل دل أنه فعلاً يعني نحن قدرنا نحن نوصل لقلب المجتمع ونحقق هدف من أهداف طبعاً الفريق أو نادي الإمارات الإعلامية حليمة أكيد لها دور بارز بالفريق كإعلامية نعم وأكيد كان دورها له دعم أو داعم كبير في هذا الفريق خلنا نتحدث عن هذه النقطة وجودك أنت كإعلامي بهذا الفريق نعم طبعاً كان دوري مثل ما أنا قلت لك أنا في 2016 كنت عضو لجنة الثقافية وبعدين لما استويت عضو الفريق كان دوري أكبر خاصة طبعاً أنا أشكر أنا طبعاً أنت المنبر الإعلامي نعم موجود أنا عضوة أيضاً في الفريق الإعلامي في النادي كعضوة طبعاً مثل ما أنا ذكرت أن حالياً ماسك اللجنة الإعلامية طبعاً زميل الإعلامي خالد النقبي وطبعاً عضوة أنا في الفريق بالإضافة طبعاً على فكرة معاي خوات طبعاً في سفيرات نادي الإمارات من بعض المؤسسات من الأقسام الإعلامية وبعض الصحف أيضاً متواجدات معاي فكنا نكمل بعض أما دور حليمة لما طبعاً كان لي شرفي مسكوني اللجنة الثقافية فكان دوري الإعلامي كان مهم هنا جداً لربما طبعاً إعلامي عنده تواصل مجتمعي أكبر مطل أو مطلع أكثر على طبعاً ما يحدث في المجتمع فكان وجودي في هذه اللجنة وأنني مسكت هذه اللجنة طبعاً كان إضافة كبيرة بالنسبة لي وحتى في الإعلام طبعاً طبعاً دوري الإعلامي معروف أني أنا دائماً طبعاً وجود واضح يا أستاذ الله يسير نعم أستاذ اليوم كونت شنتي أيضاً إعلامية ومن العنصر النسائي يعني اللي نحن نفخر فيهم وأكيد هناك صوت جميل خلف الإذاع نعم صحيح سهاو هناك العديد مثل ما ذكرتي من الزميلات كمنسقات إعلاميات في صحف وغيرها وغيرها نعم في ظل وجود العدد الكبير من هؤلاء كيف ممكن اليوم قادرين توزعون الشغل فيما بينكم وتضمنون استمرارية العمل مع هؤلاء المميزات وبذل كل طاقتكم من أجل اكتشاف مواهبهم وأنهم يفجروا طاقاتهم وبدعاتهم نعم طبعاً في بداية الحديد قلت أن المرأة تمتلك طاقة بشرية فضيعة ما شاء الله من خلال قدرات مواهبها يعني إذا أنا أقول أن المرأة في مجال المواهب وهالسوالف شوي أفضل خجولة مبخجولة بالعكس هي خجولة ولكن نحن المرأة في الإمارات بحكم العادات والتقاليد والتربية صحيح لا زالت محافظة ترى نعم في دائرة معينة نعم دائرة معينة بحدود فالحمد لله نحن من خلال فريق السفيرات في تنسيق يعني تلاقي دائما نحن نوزع العمل اللهم لك الحمد والشكر وكل يقوم بواجبة وفي تعاون لا مثيل له وهذا يعني لاحظنا من خلال أيضا زيادة عدد الفريق بدأنا بـ 24 عضوة حاليا نحن 27 عضوة الله تتعافي أنا قبل ما أختم طبعا في سؤال سريع في الختام السؤالين طبعا حليما الرئيسي شرجاوية المولد وكلباوية المنشأ وخيماوية و و وشو وشو نحن نسأل خيماوية شو وخيماوية شنو أي شو تبني أقول الدم يعني شو أقول يعني ما أدري إذا أعبر صراحة يعني أنا هذه الكلمة لربما يعني صعب أني أنا أعبر عن هذا الشعور صح حليما الرئيسي شرجاوية المولد كلباوية المنشأ لكن إمارة راسخيم أعطتني الكثير كثير بصراحة أنا أقول لهم إمارة راسخيم نعم والقيادة الرشيدة في إمارة راسخيم طبعا متمثلة بسيدي صاحب اسمه شيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس على حاكم راسخيم الله يحفظه يطول بعمرة وطبعا حرم اسمه الشيخ هنا بن جمعة الماجد لما وصلت حليما الرئيسي اليوم إلى هذا المكان بأمانة دعم وتشجيع لقيت طول سواء كانت مسيرة الإعلامية أو في مجال التربية والإعلامة في إمارة راسخيم الله وافقتش يا راب الأستاذ الإعلامية حليم الرئيسي منسق اللجنة الثقافية والمسؤولية المجتمعية بفريق سفيرات نادي الإمارات شكرا عدواجتك اليوم وأنا أشكركم طبعا على هذا اللقاء وطبعا أنا أيضا في هذا اللقاء لا يسعني أني أشكركم واشكر قناة الفجيرة وأيضا شكل جزيل أيضا قدمة لإدارة نادي الإمارات الثقافي الرياضي على راسهم طبعا سعادة يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة وأيضا سعادة عارفة الفلاحي رئيس فريق سفيرات نادي الإمارات وطبعا الأستاذ الشيخ العلي نائب رئيس فريق سفيرات نادي الإمارات وأيضا طبعا أيضا الشكر الجزيل لزميلاتي فريق سفيرات نادي الإمارات اللي دائما متعاونين معاي ومتعاونين مع الفريق الله أفككم يا رب ودائما إن شاء الله فالكم النوامي اسم مشاهدين إلى مدينة خرفك كان حيث نظمت دائرة الثقافة الشرقية بمجلس خرفك كان الأدبي أمسية شعرية للشاعر الإماراتي عبدالله بن سليم الكتبي وبحضور عدد من أهالي المدينة ومتذوقي الشعر نتابع معا هذا التقرير نظم مجلس خرفك كان الأدبي أتابع لدائرة الثقافة في المنطقة الشرقية جلسة قراءات شعرية استضافنا فيها الشاعر عبدالله بن سليم شاب دخل في مجال الشعر في السنة السادسة عشر وتميز بالشعر النبطي وله العديد من المشاركات في الأمسيات والمهرجانات الهدف من هذه الجلسة الشعرية هي تعزيز الحراكة الثقافية والهوية الوطنية لداء شريحة المجتمع طبعا الأمسية خطوة جيدة بالنسبة لي وشيء يعني نقدر نطلع فيه اللي في خواطرنا بما أني كشاعر يعني ألقى منصة مثل هذه المنصة وطلع اللي في خاطري مكان يستاهل أن الواحد يبدع فيه وسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله دام عندنا هذه الفرصة إن شاء الله نبدع والله يجملنا إن شاء الله في العيات فكرة دخول الشباب في مجال الشعر فكرة طيبة وهذا موروث شعبي وأتمنى أي شاب بينمي هذه الموهبة فيه لازم يعطي نفسه شوي حافز أنه يوصل للمنصات هذه يحاول قد ما يقدر لأن هذا موروث شعبي والإنسان إن ما كان له ماضي ما له حاضر شاعر معروف عبدالله بن سليم الكتبي اليوم متواجد في مجلس خورفكان الأدبي بقصيدة المتنوع والمختلف والحضور وبعد ما شاء الله فيه المسيات الشعرية وكثير من البرامج فهذه المسيات طيبة يوصلون للناس يوصلون للشعراء يوصلون لجميع الماكن يبون الشعراء هنيه بعد نحن نشكر القايمين على دائرة الثقافة لتنظيمهم لهذه الفعاليات المبادرات التي تحفظ التراث الشعبي والقصيد الشعبي الفعاليات والمسيات هاي مهمة وايد للشعراء حين الشاعر يقولون لنحن نترياك عندنا أمسية الشاعر يحضر قصيدة يديدة الشاعر بروحه يتذكر قصيدة يكون عنده تحديث يديد على قصيدة أما الشاعر اليوم ما فيه أمسيات نحن نقول الله لا قال ما عندنا أمسيات الشاعر تم على حاله لا يعد قصيدة ولا يطور من نفسه ولا شيء ومستمرين مع التمييز مع شركة الفجيرة للتأمين حيث توقع اتفاقية تعاون مشترك مع مركز ساعد للخدمات الحكومية بهدف توفير التأمين الصحي لتأشيرات الإقامة في الإمارات الشمالية للمزيد في فقرة هنا الفجيرة مشاهدين الحديث أكثر معانا في الاستيديو الأستاذ إياد فايز سي مدير الموارد البشرية والتسويق في الفجيرة الوطنية طبعا تحت الهواء نحن شو قلنا قلنا بنكلم جميع المشاهدين والليبيون منطرفة فيزيون الفجيرة نحن بتعطيهم خصم جميل في التأمين أحسن خصم إن شاء الله شفت؟ أراصل الحين أقول لكم كلكم على تأمين الفجيرة نحن دايما نمسكهم الناس اللي قدمون خدمات مميزة مثلكم ونطمح لنا دايما أنتوا ما شاء الله عليكم مميزين نعم وخدماتكم دايما مميزة يشهد الله نعم هلأ بتعرف التأمين الناس كلها بتعرف أنه التأمين الموجود هو التأمين الصحي وتأمين السيارات أكثر شيء السيارات بس بالواقع في أنواع تأمينات كثيرة ما لا معروف ايوه صحيح فمثلا في تأمين المشاريع تأمين الحرائق في تأمين تأمين المنازل سواء كنت مالك أو مستأجر نعم يعني مثلا اليوم عندك منزل يا سمح الله صار في حريق أو صار في سرقة نعم بقيمة جدا قليلة ممكن بتبلش من 200 درهم بالسنة ماكسيموم لألف درهم تختار أنت التغطية اللي بدك ياها وهذا الحكي خلال سنة كاملة وتغطيك بما يزيد على نصف مليون درهم يا سمح الله إذا صار حريق يعني لا سمح الله صار شيء في البيت أو صار سرقة مو بس حريق أو سرقة ففي كثير أنواع من التأمينات موجودة هاي التأمينات هم جدا الناس يكون عندها واعي فيها مثلا مثل تأمين السفر الحمد لله على نحمة الأمن والأمان الحمد لله ألف الحمد لله فأنواع التأمين كتير وموجودة يعني وموجودة كلها تعنى بالشركة فأي شخص بيخطر على باله أي شيء معين بيحب يأمن عليه مية بالمية منقدر نلاقي حلول لهذا أمن على نفسي بعد أقدر طبعا على حياتي يا سمح الله إذا صار معك أي حادث وينما كنت بالعالم فيه تأمين على الوفاة بعد ممكن يصير صحيح؟ المشكلة الآن تعرفين أن البعض قد يسترخص على نفس المعلومة أنت بتطلع عني والحب نطلع عن الهواء أنت قل فيه تأمين أنا فيه مصرف من المصارف طرشولي شهادة شكر وثناء أنه بعد الوفاة إذا توفيت بيتسكروني ديوني طيب ليش؟ بعد الوفاة سكوها الآن الله يخلي فضل سكو هم جدا هذا نوع من التأمين بس لا أنا ما بيبعد الوفاة يعني أنا أستفيد يستفيدوا الورثة لا مو يحتاج الورثة الورثة فيهم الخير والبركة نعطيك الصحة والعافية أنا بعطي مثال على تأمين الوفاة في كثير من الناس مثلا تجي بتكون عام تشتغل عندها ولدين وثلاثة وبيكون دخلهم على قدهم نعم إذا سمح الله صارت وفاة هذول الولاد كيف بدهم يدرسوا كيف بدهم يتابعوا حياتهم إذا كان في تأمين فبيكون في مبلغ للعائلة بيقدر هالولاد الصغار تتعلم وتكبر وتدرس بالمبلغ اللي بيطلع لهم من شركات التأمين نعم فهذا مثال صغير بفيد العوائل بس فيه سؤال في فسيفساء قلبي اللي اللي هو السؤال إنه الآن نحن نرجع أكيد لموضوع الاتفاقية مع شركة الساعد لكن السؤال الذي في فسيفساء في فسيفساء قلبي يقول ما الاستفادة التي تأتي لشركات التمويل من هذه المبالغ البسطة يعني صح 200 درهم أو مثلا إلى 1000 درهم يغطي 500 ألف درهم تمام هلا أنت اليوم اللي بيغطي عندك بالتأمين ما بيكون شخص أو شخصين عدد الناس اللي بيشتركوا معك بالتأمين ممكن يكون يوصل لمئات الآلاف فأنت لما بتكون عم تحصل على قصد فرضا 300 400 من عدد كبير فأنت بيصير عندك مبلغ كبير هذا المبلغ الكبير كشركات تأمين في حال صار في حوادث بيغطوا منه لهذا المبلغ ونفس المبلغ بيعملوا فيه استثمارات معينة كل شركة التأمين عندها سياساتها الاستثمارية وبيجيبوا أرباح من هال مبالغ اللي بيستثمبوا فيها لذلك وجب التنويه أيضا للمشاهد أيضا على مثل هذه المعلومات طبعا 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 فمشانيك شركات التأمين طبعا شركات التأمين الواثقة القوية بالدولة 100% بتغطي الناس كلها رأس مال قوي شو ما صار دائما يكون عندها القدرة أن تغطي وتعود الناس في حالي يا سمح الله حصل حادث نعم إذن إذا تكلم عن القدرة الاستيعابية لطلبات طلبات المنطقة نقول منطقة الشمالية هل أنتم قادرين تغطون هاي ما شاء الله الفئات كلها إيه هلأ إذا عم نحكي نحن على التأمين الصحي نعم أو أي نوع من أنواع التأمين الحمد لله نحن عنا القدرة أن نؤمن الجميع يعني بإذن الله طبعا فيه شروط معينة على حسب نوع التأمين ندرس هو شو نوع التأمين اللي طالبه إذا تأمين صحي فيه مثل كوستشنير صغير بده يعطيه إذا تأمين على الحرائق فيه كمان مثل سيرفي معينة بدأت نعمل على المكان اللي موجود فيه وطبعا بيمنحوا التأمين بعده بس بالنسبة لتأمين التأشيرات هذا التأمين اللي بيحصلوا على الأشخاص تبع التأشيرات بهذا التأمين أنه فيه تغطيات حقيقية وهي التغطيات يعني ممكن توصل قيمتها حتى لو وصلت لـ 75 ألف يعني شوف القيمة عالية وممكن أنت تراجع طبيب عام وتراجع طبيب مقتص والحلو قيمة التأمين قليل جدا بيبلش للأطفال بحدود 434 درهم ولكبار السن للستين بحدود 800-840 درهم فاليوم القيمة كثير القسط التأميني قليل جدا تماما فهذا الكلام كثير الشخص يأمن لأنه اليوم بس يحصل على الإقامة يكون موجود بالدولة عنده راحة نفسيا أنا سمح الله صار معي أي شيء فأنا عندي تأمين يحميني بهذا نعم أستاذ نشوف سمير كح بتأمين الصحي لا لا الحمد لله الأمور طيبة يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله وعلى كل من يتابعنا أكيد في البداية أستاذ نحن نبي نعرف معك عن الاتفاقية التي تم توقيعها مع مركز ساعد لأنظمة المرورية وموضوع مهم جدا عشان نحن نغطي صحيح هلأ نحن كشركة فوجرة وطنية للتأمين بهمنا نوقع اتفاقيات مع كل مراكز الطباعة الموجودين بالإمارة ليش؟ لأنه بتعرف أنت تأصدر تأشيرة بدك تروح على مركز الطباعة لما كان مركز ساعد بلش يشتغل بأمور الطباعة وإصدار التأشيرات بتعرفوا ما شاء الله مركز ساعد مركز جميل أصدرت عمل طلب التأشيرة أخذت التأمين أملت كل وراءك برحلة واحدة ما لك مضطر ولله مساءنا عملت الطلب التاني وبيدي روح أرجع على شركة التأمين وروح على المكان التاني لا أنت نهيت الموضوع كله ياته بنفس المكان منطقة واحدة بمنطقة واحدة لخلصت كل الأمر والمكان جميب إذا زرته ولا لا مكان جميل وواسع ومرتب وفي كافي شوب يعني الأماكن المتميزة بإمارة الفجيرة دائما يعني في الفجيرة نلاقي الأماكن اللي تقدم الخدمات تحصل على نسبة كبيرة ونظام النجوم يحصلون على أربع أو خمسة أحيان ثلاث أربع نجوم دائما عالي الحمد لله فمركز سعد مراكز المتميزة فحبينا نحن مثل ما مشتركين مع العديد من مراكز الطباعة أنه نشترك معهم ونوقع اتفاقية معهم لشان إذا إجا أي عميل عندهم ينهي الموضوع بنفس المكان خلص ما ضيعت وقتي فهذا يعني تماشيا مع سياسات الدولة بموضوع سعادة إسعاد العملاء والسعادة نعم هي بس خاصة في الإمارات الشمالية هذا التأمين الصحي هو خاص بالإمارات الشمالية طيب بنزين إذا أنا مثلا حين في إمارة أخرى ما أقدر أكون معكم متواجدة بنفس المكان في مقركم هنا بالمجرة هل هناك تطبيق أبليكيشن أو شيء شذي من خلاله طبع هل هو في أونلاين بالنهاية في أبليكيشن أونلاين أنت بتتصل على الشركة نحن الشركة موجودة عنها بيشتغل كول سنتر فيه 24 ساعة نعم فبأي وقت بتتصل مباشرة تطلب هذا التأمين بيطلبوا منك الوراء وبيصدروا لك التأمين مباشرة ما في أي مشكلة فيه تسهيلاتك تسهيلات كاملة يعني تسهيلات كاملة للعملاء بهذا الأمر والحلو أنه شعور بالأمان أنا اليوم يا سمح الله صار معي أي شيء أنا اليوم في عندي هذا التأمين الذي أنا بقدر أنه يساعدني بالتكاليف حتى هذا التأمين نفسه ممكن يكون فيه عمليات جراحية إذا كان الطبيب حول أنه الشخص بحاجة لعملية جراحية حتى هذا التأمين بيغطي العمليات الجراحية نعم أنت من كثير التسهيلات التي تقولها حسينة تمسي شوي بروح أخذ معاك قرد تأمين أكيد أستاذ اليوم طبعا هناك توجه للدولة للتحول الرقمي دائما وتسعى دائما إلى التطوير في المنظومة العملية والإدارية والتقليل من الروتين يعني أن الواحد يروح لمركز يوقف يأخذ توكن يلس ينتظر الموظف ويقدم الخدمة ينتظر رد وفي النهاية يصل لها الرد ويرجع يرجع للمكان هذا ويأخذ الرد فهل هناك لديكم استراتيجية للتحول الرقمي بشكل كامل بخصوص هذه الخدمات هلأ الكورونا كان الدرس عظيم لإلنا بشان نقدر نكون جاهزين لهذا الأمر والحلو أنه كان من استراتيجيات الشركة من استراتيجيات الإدارة بالشركة أنه نحن نعمل هذا التحول الرقمي حتى كان قبل الكورونا فاليوم ليش نحن إنشأنا مركز 24 ساعة يعمل لك أي شيء يريدك تصدر تأمين سيارات تأمين صحي أي شيء يريدك إيه عن طريق مركز الإتصالات فيك تساوي وفي عنا كمان الدفع الإلكترون فأنت اليوم بجيك لينك فقط بتكبس عليه بالرسالة بتفتح بتدفع خلاص دفعت بتستلم البوليس على الإيميل أو على الواتساب بشكل مباشر فهذا الحكي ساعدنا جدا أنه نكون نحن مع التحول الرقمي الكبير متواجدين بهذا الأمر وبصراحة الحمد لله عم نعمل نتائج منتازة بهذا الأمر لأنه اليوم ثقافة العميل تغيرت العميل ما عاد مثل أيام زمان أنه لازم يروح على المركز ويلاقي لحتى يأمل لا عميل يقول لك فيك تصدر ليها أونلاين فيك تساوي لي الموضوع أونلاين أنا ما بدي تسار الوقت والجهد فالناس كتير صارت تحب هذا الأمر فاليوم الحمد لله عم نعمل نتائج كبيرة مع هذول الناس لأنه عم نأمل لهم كل شي هو قاعد ببيته يلاقي كل الأمور صارت خصوصي في حالة التجديد إذا أنت اليوم تكون عميلنا موجود وحابة تجدد فنحن بنعرفك ما في داعي نشيك أو نشوف خلص الموضوع واضح جدا فبيكون التجديد بتقائق معدودة فيك تجدد وتعمل كل الأمر أنا يوم قلت قرد قلت مباب الدعابة يعني ما شاء الله أدري أن الموضوع التأمين والشيدي بس قلتها قرد عشان مباب الدعابة لهم تسهيلات طبعا أكيد عندكم خطط مستقبلية خلنا نطلع على هالخطط المستقبلية وإذا كان فيه أشياء حصرية بعد إحنا حابين تطرح في برنامجنا اليوم تمام هلأ طبعا يعني نحن خططنا المستقبلية الحمد لله دائما عندنا التطور هو شيء أساسي اليوم شركة الفجرة الوطنية للتأمين في إلى أكتر من أربعين مركز منتشرين بكل الإمارات فسياستنا بنظل بهذا التوسع متواجدين وبنفس الوقت بنا كمان نكون موجودين أونلاين يكون في عنا دائما كل الخدمات مقدمة بشكل أونلاين لكل العملاء من الشغلات الأساسية كمان عم نشتغل عليها لحكينا فيها أول حلقة موضوع التوعية التأمينية يعني وين نحن بيكون في عنا فرصة لننشر التوعية عن التأمين وأهميته سواء بالجامعات سواء بالمراكز سواء بالمحاضرات العامة عم نحاول نعمل هاي الفرصة حتى بالبرامج التلفزيونية مشان نقدر نوعي الناس بأهمية التأمين وكيف هو رح يكون في عناته الحماية من حصوله على هذا نعم نحن بروحنا استفادنا من هالمعلومات القيبة فعلا صحي الله يخليك الخدمات الأخرى والآليات اللي تقدم لهذه الخدمات يعني مثل ما ذكرت اليوم الخدمة تقدم في مركز واحد ومن مكان واحد هل الخدمات الأخرى أيضا تقدم بهذه الطريقة تمام هلأ نحن إذا عم نحكي عن مركز ساعد نحن نقدم معه خدمة تأمين الخدمات التأمين الصحي عند أصدار التأشيرة نعم موجودين مع مركز ساعد وموجودين مع أغلب مراكز الطباعة اللي بالدولة يعني مش شرط نعم مو بس حصرة مركز ساعد مع كل مراكز الطباعة اللي موجودين هون بالإمارة عنا نحن متواجدين مع أغلبهم فاليوم إذا فرضا شخص زار مركز ساعد متواجدين زار مركز طباعة تاني كمان نحن متواجدين نعم بنفس الوقت في تواجدنا بمركزنا الرئيسي اللي بتعرفوه هون عند نفق التأمين متواجدين بكل بكل أوقات إذا أي شخص بحب يجي يأمن مباشرة كمان متواجدين بهذا الأمر هلا بالنسبة لخدماتنا الحمد لله الخدمات كاملة يعني اليوم منحاول نعمل رحلة العميل معنا مو هي رحلة اعتيادية يعني تكون رحلة العميل متميزة من اللحظة اللي بي أصدر فيها البوليسة للحظة اللي هو بيحب يجدد فيها البوليسة يعني حتى هيك من الشغلات المتميزة بنعملها بالفجارة الوطنية للتأمين انه نحنا كل عميل عنا بعيد ميلاده بنبعت له مثل موفي صغير بيقسمه منقلك العام ونتبقى في خير حتى دائما نحس نحنا متواجدين معه والخدمات مثل ما حكيت لحضرتك هي خدمات شاملة بكل أنواع التأمين يلي بيطلبه الشخص سواء كان صاحب عمل بريادة الأعمال أو سواء كان عنده شركة أو سواء عنده موظفين حابب يأمن على موظفينه بكل أنواع التأمين اللي موجودة بالدولة نحن اليوم شركة أسسيتها من ستة وسبعين دائما من قديم الزمان أكيد الكل يشيد بكم وبخدماتكم ولله الحب شهادة معظم شكنا بأمن وياه شارت أنا بعد شكلي خلاص بس معنشان عيد ميلادي خلاص الأستاذ إياد فايز عبسيد مدير الموارد بشري والتسويق في تأمين فجيرة شكرا شكرا لك شكرا لأكم الله تتلعبوا على المعلومات القيمة شكرا مشاهدين أكيد مكملين معاكم فقراتنا لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل ترى يون يومنا حبابكم مشاهدينا وما زلنا مستمرين في رحلاتنا في برنامج الفجيرة تجمعنا أنا وزميلتي سهام حيث الآن ننتقل للعديد هناك من الأشخاص تعتقد أن ريادة الأعمال هي عمل حر بدون أي قيود والحقيقة أن رائد الأعمال الجاد هو بالأصل الموظف في الشركة التي قام بتأسيسها ويوجد عليه التزامات كبقية الموظفين للحديث أكثر عن هذا الموضوع في فقرة مجلس الدار حياكم المشاهدين معنا في الاستيديو الأستاذ والمدرب الأكاديمي الأستاذ علي اليام ماحي مرحبا بك ونورتنا الله يتكالعافي يا رب قبل شوي تأمين إدارة الأعمال شكريا أنا بروح أهمن وبي أقدم على إدارة الأعمال عشان تأمنين مشروعات يستيهام الله يتكالعافي في البداية أستاذ علي لو نتكلم أو شو الفرق ما بين إدارة الأعمال وبين ريادة الأعمال أول شيخ نتكلم عن مفهوم ريادة الأعمال نعم ريادة الأعمال هي إدارة وتطوير المشاريع عن طريق المخاطر والمجازفة بمعنى أنك أنت تأخذ رزق عادي تأخذ مخاطرة عادية لتنفيذ مشروع معين جميل غير عن إدارة الأعمال إدارة الأعمال هي عملية تخطيط وتنظيم أكثر للأعمال نعم يعني تكون وظيفة أنهم إدارة الأعمال مثلا تخصصة؟ إدارة الأعمال ريادة الأعمال هي نفس تقريبا جزء من إدارة الأعمال نعم ريادة الأعمال جزء من إدارة الأعمال نعم يعني ما سوء عندك يكون رائد أعمال بدون ما يكون عندك مهارات التنظيم وغيرها ولكن الفرق بينهم أن إدارة الأعمال ممكن يكون الشخص عنده أعمال قاعد يديرها سوري هو صاحب شركة وحد ثاني قاعد يشتغل يقوم بالأعمال الثانية إدارية وغيرها من الموضوعي أما رياضة الأعمال فهو القيام بالأعمال يقوم بها الشخص نفسه صاحب العمل هو نفسه صاحب الشركة وبنسبة لآخر الموظف يأخذ راتب رائد الأعمال يأخذ أرباح فعملية المفارقات هذه يمكن هي تفرق بين رائد الأعمال وكذلك مدير الأعمال أكيد اليوم لما نتكلم عن حتى المشاريع الصغيرة والمتوسطة هل هي جزء من رياضة الأعمال أم بعض الناس يعتقدون بأن مشاريع منزلية أفتح كشك في سهام في معراض في الفعاليات المجتمعية تعتقدون بأن هذا عمل حر لا هي رياضة الأعمال تختلف شوية عن موضوع إدارة الأعمال فقط غير شوية ولكن هي جزء لا يتجزء من إدارة الأعمال اليوم المشاريع الصغيرة هي جزء من رياضة الأعمال وهناك يعني أنت تسوي شركة حينه تسوي شركة صغيرة في بيتك تسوي شركة تأسس شركة صغيرة من غير ما تكون عندك ضائد قيود تشتغل فيها وين؟ بالمعارض تبدأ أنت عمدية الشغل بس بشرط منه أنت تكون مدير نفسها أنت صاحب الشغل وأنت تشتغل فيها البعض يظن أنها عمل حر يعني مثلا نقول والله أنا بتخلص من القيود هذه وأقول أني أنا بستوي رايد أعمال وخلاص لا وجودك في العمل أنت قاعد تشرف على أكثر الأشياء الموجودة فيه حتى من حيث التوظيف من حيث التدريب من حيث التطوير أنت تقوم بكل الأشياء هذه من قبل كأنك أنت الشركة شركتك أصلا يعني ما أحد يقوم بها في الغالب حتى ذي معاك هو جزء من فريقك جزء من فريق عملك فأنت مسؤول عن تدريبه وتطويره وغيره من الأمور هذه نعم بإضافة إلى أن الواحد يقول بيكون عمل حر لا أنت ممكن تقضي ساعات أكثر في عملك ليش؟ لأنك أنت لما تأسس عملك الخاص أنت ممكن تشتغل فيه أكثر عن العمل اللي أنت ما تحبه لأن هذا أصبح جزء تحبه أصبح عندك شغف فيه أصبح عندك شغف تطويره أصبح عندك شغف فيه أنك أنت تكون من ضبط أكثر انضباطا حتى انضباطا لك لأن كل ما تستثمر وقتك في عملك اللي قاعد تشتغل فيه حين رياضة الأعمال أنت قاعد تدخل أرباح هالأرباح هاي هي تساعدك أنك أنت تستمر أصلا غير هذا أنت عندك نوع من المرونة اليوم أنت عندك مثل خطة هاي ما نجحت راح تغيرها في خطة ثانية من هو اللي يعطيك أوامر السوق السوق اللي يعطيك أوامر أنت والسوق ما عندك شيء ثاني هذا الموضوع ما يوم الشيء بتغيره بتغيره بشيء موضوع ثاني صحيح أما يوم تكون في مثلا مدير أعمال أو في إدارة الأعمال في الغالب هناك أشخاص يقولك سووا هذا الشيء لا تسوي هذا الشيء غير قدم أخر بس بالنسبة لك أنت كرائد أعمال أنت من تقوم بتغيير كل شيء وفقا لي ما تشوفه من أرباح وخسائر في هذا المجال أنت صاحب القرار صاحب القرار هذه أشعر مرتاح أكثر يمكن أن يكون شخص أهو الوحيد اللي يقرر بينه بين نفسه وبين السوق اهتياجات هي صحيح بس رزق عالي جدا نعم طيب من خلال دوراتك التدريبية اللي تقدمها لهذه الفئات شون يقاطل تركز عليها السعب علي أنا بالنسبة لي دائما عندي توليد الأفكار من الدورات اللي أقدمها أنا متعاقب مع أحد الجهات الحكومية قدم معهم值 دورات في رياضة الأعمال من ضمنها موضوع توليد الأفكار توليد الأفكار مهم جدا أهم شيء عندك في رياضة الأعمال كيف تولد الفكرة لأن وجود الفكرة عندك وتشمل على الفكرة هذه وتطورها وتبتكر شيء يديد لأنك أنت داخل شيء يديد بالنسبة للسوق تاجر التقليدية يمشي معك بأشياء تقليدية لكن كونك أنت اليوم رائد أعمال أكيد راح تجرب شيء يديد اللي ما حتجربه تسلك طريق ما حتسلكه في هالمجادة فنقول في هالمجادة نعم اللي أنت قاعد تبدأ فيه وتتطور فيه في عملية تويد الأفكار هناك مشكلات تصادفك إذا ما عندك مهارة حل المشكلات عن طريق أدام أدوات تويد الأفكار ما راح تقدر تحلل الموضوع هذا الشيء الثاني عندك أنت وانت داخل في السوق أنت قاعد تعامل مع عملاء العملاء هذه لهم نوع طابع معين أنت مختار طابع معين من الناس تعامل معهم فكيف تعرف أسلوبهم المتعاطف معهم أقدم دورة مثلا تفكير تصميمي هذا من الدورات المهمة جدا في عملية تطوير المنتجات وتجربتها على العملاء هذه تقوم بها الشركات الكبيرة ليش هي ناجحة يقوم بيخوض تجربة العميل يمشي معاه حبة حبة ومبنية أيضا على الخطأ والصواب بأسرع وقت بدلاً ما أنت تخسر منتج وتسوي عليه كميات كبيرة وتخسر فيه فلوس أنت ممكن تسوي منتج بسيط تجربه في السوق ما نجح وقفه نجح وشفت محتاج إلى تطوير طورة نجح وما كان عنده يعني ما يحتاج إلى تطوير أنت قاعد تشتغل فيه بطريقة معينة بعد فترة أكيد رح يقلد غيرك رح تسوي أنت عملية يديدة رح تطور من هذه المنتجة لديك رح تضيف لأشياء تسوي لعملية ساعات تكبير ساعات مثلا تصغير ساعات مثلا حذف يعني عدة أشياء محتاجها في مشروعك بحيث أن يستمر التطوير عندك وتكون دائما تميز في هذا السوق وتكون دائما لك الرياضة في هذا الموضوع طيب أستاذ علي ما تحس نفسك المجازفة فيها كامل الأسهم يعني داخل في الأسهم ويمكن أخسر يمكن أربح يعني نفسها طريقة أنك أنت قاعد تشتغل في السوق الأسهم أنا والله أنا بعيد شوي عن الأسهم لا لا بس إيه الطريقة المجازفة أنا أقصد فيها لا المجازفة فيها الربح والخسارة الربح والخسارة ولكن أنت عندك قاعد تجرب منتج ما نجح معاك أنت ما خسرت وايد يعني مخاطرة عالية صح ولكن التجربة قاعد تسويها تجربة تقلل عندك نوع من الخسارة الكبيرة أنا هلأقصد نسبة المخاطرة نعم نسبة المخاطرة مع أنها فيها مخاطرة لأنك أنت قاعد تدخل اليوم تطور أنت قاعد تطور منتجات قاعد تطور بالخدمات مثلا أنت تحل مشكلات معينة تسمع شكاوي الناس الناس يجتكون من شيء أنت تستغل هذه الشيكة وتطبقها وتسويها مشروع تميل صحيح دائما أستاذ علي اليوم مثل ما ذكرت هناك مشكلة ويأخذها شخص يحولها إلى مشروع نعم ويربح من خلالها أحيانا أنا ما بسميه استغلال ولكن نقدر نقول هو انتهاز فرص استثمار استثمار الفرصة واستغلال الفرصة بطريقة إيجابية كي تعمل فائدة على الجميع لأن هناك إنسان فكر رحث ووصل إلى ريادة وصل إلى أنه يكون هو رائد أعمال ويدير مشروع الخاص اليوم أيضا أنت كمدرب تقدم دورات تدريبية ويعني ما شاء الله اسمك لامع في مجال التدريب في الموارد البشرية وفي ريادة الأعمال اليوم أنت أيضا لديك بعض دعنا نتكلم السمات التي تحتاجها كي تكون تقدم هذه الخدمة فما هي السمات المطلوبة تكون عند الأشخاص الذين يبدون أعمالهم ولا بأي شخص اليوم قادر أن يكون رائد أعمال شوف أول شيء أشكركم على الإطراء الثاني شيء موضوع أن الإنسان يعني يبقى عنده صفات معينة نعم رائد الأعمال عنده صفات معينة مثل شو؟ مثل الشغف صحيح أيضا المخاطرة تحمل المسؤولين تحمل المخاطرة يسمونهم لا يريد أن يستخدم الدفط لكن يستخدم الدفط بس الشغف يموت أحيانا أستاذ نعم الشغف يموت أحيانا الشغف يموت لكن يعني عدم يعني عدم الشغف متى عند الفشل عندما يكون عندك سبب واحد فقط لذلك ندرب على ريادة الأعمال نقول لها مثلا أنت أشتبت تكون رائد أعمال إذا لم يكن محدد الهدف؟ لازم يكون عنده أكثر من شيء نعم خطة ألف باق لماذا تريد أن تصبح رائد أعمال؟ زيادة دخل السماعة اجتماعية تكوين أسرة أكون في مكان محترم ومقدر أكون صاحب مال بعض الحين أكون صاحب نفوذ لأنه لا نختلف صاحب المال يعني له تأثير فأنت عندك عدة جوانب تخليك تكون رائد أعمال عوامل نجاح نعم عوامل نجاح لذلك نحن دايما نقول لكل شيء تسويه تخليك أكثر من سبب وليس سبب واحد على طريق عسل بالمثال بنطلع شوية عن رائد الأعمال ونضرب المثال واحد يريد أن يدخل مثلا صالة رياضة أريد أن يدخل مثلا الجم مثلا هدف الرئيسي عندي يضعف مثلا عسل بالمثال نعم أم الهداف يصلا ما نزل وزنه وقف لكن لما يقول لك أنا أريد أضعف أريد ألبس لبس بناسب لي أريد يكون مثلا شكلي معين أريد مثلا يكون عندي عضوات معينة في جسمي هو قاعد ينطلق فيها أكثر من سبب صحيح هدف واحد وفي فروع أكثر من فرع نعم هو هدف الرئيسي ولكن أسباب تجعلك تستمر لأن هدف واحد أو سبب واحد يمكن ينتهي صحيح ممكن ما حققته خلاص طحت لكن لما يكون عندك أكثر من شي راح تكون عندك قوة دافعية من الداخل تجبرك أنك أنت تستمر في هذا الشيء نعم صراحة أنا حبيت الهدف وانك سأقل تشتغل كل واحد فعلا عنده هداف سهام أنت بعد عندك هداف وإن شاء الله يعني خلال الفترة القادمة بعد هدف عندك أنت تكونين يعني نقول المفاجأة بعد على الهوى ولا نخليها بعد تحت الهوى والله أنا برهم والله زين أنا مفاجأة هاي بس طوية مفاجأة هناك مفاجأة لأن سهام فعلا قاعدت جهز الآن لرحلة خارجية وراح تغطي لنا فعالية مهمة جدا ترقبوها طبعا سهام فارسة وإعلامية رياضية حتى نحن نتمنى لها دائما كل التوفيق أستاذ علي اليوم لقد صار معي نجو لقاء معاك لا إن شاء الله بنستضيف جو عم نتخلم عن رحلتش إن شاء الله بإذن الله ما شاء الله عليك أستاذ علي مدرب في الموارد البشرية ورياضة الأعمال كل الشكر لك ولتواجدك معنا واليوم حديثك أكيد له إثراء للمشاهد وكل من يتابعنا فإن شاء الله يستفيدون من المعلومات القيمة هذه أنا أنصح حيث تنقبل ما نختم أنصح كل حديث يحاول يجرب ويدخل رياضة الأعمال اليوم لا تنتظر الفرصة تيك اصنع الفرصة وبدأ من التطوير من الحين أسأل تحقق لك نجاحات مستقبلية لأن النجاح لا تنجح من أول مرة ستجرب كذا شيء أسأل تنجح إن شاء الله الله أعطيك العافية إن شاء الله شكرا لك أستاذ ونحن سعيدين بالحديث معك والله هنا لأسعد وشكرا على الاستضافة الجميلة والجو العائلي هذا ما شاء الله الله يفيدكم بخير سهام نحن مستمرين في رحلاتنا المتنوعة من رياضة الأعمال والتأمين وغيرها ناقن بعد هذا الفاصل ومن إمارة الفجيرة رئة الإمارات ننتقل إلى دانة الدنيا دبي حيث شهد قطاع المركبات الفاخرة الليموزين ومركبات الحجز الإلكتروني نموا كبيرا في النصف الأول من العام مقارنة بالعام 2022 الماضي نتعرف يا بعض على التفاصيل مع ضيفنا عبر الهاتف عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات دبي نعم سهام موضوعنا اليوم مهم جدا نتكلم عن قطاع الحركة والنقل في دولة الإمارات ونحن نتناقش قليلا عن هذا الموضوع لما أستاذ عادل يكون موجود معنا جاهز إن شاء الله على الخط سهام قطاع مهم جدا اليوم كل السياحة اللي يوننا دولة الإمارات وكل زائر يخطو خطوتها الأولى من باب المطار أول شيء يشوفه قطاع النقل والحركة فهذا راح يكون له تأثير كبير أيضا على المشاهدين المشاهدين وتأثير كبير على كل القادمين إلى أرضنا والجميل كذلك حتى في لو نقول عن سيارات الأجرى اللي غير نظامها اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد جعل على كل سيارة مؤسم الشخص اللي يسوقها هذا فعلا تكريم حقا صحيح لأنهم جزء ليتجزأ من نجاح مجتمعنا واليوم أيضا لما أنا مثلا أسافر بلدة وأخطي خطوتي الأولى خارج المطار أركب التكسي أو أركب وسائل النقل من نظافتها من الخدمات المقدمة فيها طرق الدفع المختلفة كل هذه الأمور تعطيني طابع عن هذه الدولة فلله الحمد تنوع المرتبات وسائل النقل من الليموزين يعني اليوم إذا أنا بزنسمان رجل أعمال رايح دولة وأبي سيارة فارهة بمكان حتى اليوم الجهات المعنية تقدم لنا لموزينات وسيارات فارهة وسيارة فاخرة وإذا أنا شخص عادي ممكن حتى أن أخذ السيارات العادية وإذا أنا أيضا من محدودين اتدخل وسافرت ورحت أقدر أخذ الوسائل الجماعي مثل ما أنت قلت قلت نحن نطلع من أول المطار يعني لو نوصل مثلا نعم مطار أي مطار موجود نقول خلنا نتكلم عن مطار نعم مطار دبي أول ما توصل أنت تختار أي سيارة ما تظهر فيها أكيد سهام فعلا موضوع مهم جدا نتكلم عنه وعن تفاصيله مع الأستاذ عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات دبي مرحبا فيك ونورتنا في برنامج الفجيرات تجمعنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا فيك مرحبا فيكم واشتراف أن نكون موجودين إياكم كل الشكر لك في البداية أستاذ لو تحدثنا عن النمو الكبير في قطاعي الليموزين والحجز الإلكتروني في النصف الأول من هذا العام بسم الله الرحمن الرحيم في البداية واشاء الله الحمد والمن أنه ما شاء الله اليوم أنه أكثر من 80% اشتراع في عجل الرحلات في النصف الأول مقارنة بنفس الفترة في النصف الأول من العام الماضي وطبعا الرحلات النمو نمو كبير نتكلم نحن عن ما يقارب 2.4 مليون رحلة أما رحلات الحج الإلكترونية في رحلات فاقة 9 مليون رحلة في الإمارة نعم أستاذ عادل لو تكلمنا عن الزيادة وراء هذا الطلب شو السبب شو السر أنه فعلا عليه طلب مش طبيعي والله ممكن من هملة أسباب عوجة الحياة والاحترافية في إدارة أدمة كورونا من قبل المعنيين في الجولة وفي الإمارة وفي الإمارة كذلك نعم فاليوم التعافي اللي استوى من العالم والغال الاحترافات والغلاقات اللي كانت في أغلب الدول وتعافي سوق السياحة العالمية والثقة العميل في الخدمة وفي الإمارة وفي الدولة بشكل عام نعم اليوم أستاذ يعني اهتمام كبير لهيئة الطرق والمواصلات دبي في قطاع المركبات الفاخرة اللموزين هل بإمكان أي شخص طلب هذه الخدمة خدمة اللموزين وهل هناك شروط معينة لذلك اليوم أي شخص بإمكان أن يطلب الخدمة ينقل فيها من خلال وسائل مختلفة بإمكان اليوم يستلف من خلال خدمة أوبا من خلال خدمة كريم من خلال شركات أكثر جديدة مثل XXRide أو مثل شركات كثيرة موجودة بإمكان الشخص يطلب الخدمة يطلب خدمة اللموزين وكذلك أيضا الشخص بإمكان أن يتواصل مع شركات اللموزين والشركات اللموزين أيضا فيه أنواع كثيرة من الشركات والسيارات مختلفة فالشخص بإمكان أن يطلب الخدمة نعم أستاذ عادة إذا تكلمنا أو ما هو الدور ليؤدي هذا القطاع الحيوي في الحركة السياحية في إمارة الدبي طبعا اليوم السياحة فيه شرائح مختلفة من السياح نعم فيه كل حد له احتياجات مختلفة وهذه احتياجات شريحة سبيرة بأسعار متناول أسعار قطاعية بإمكان هم الناس يستخدمون اليوم خدمة اللموزين في الإمارة أكيد أستاذ الآن نحن بنعرف عن مزايا خدمات التنقل عبر مركبات اللموزين اليوم طبعا مركبات اللموزين دائما مركبات فارحة تكون مركبات فخمة فيها خدمات كثيرة مقارنة بالخدمات سرعة الوصول الثاني الفخام التي تقدم للمتعامل نعم أستاذ عدل نتكلم معك أو نذكر المشاهدين بآلية حجز مركبات اللموزين مثل ما قلت الحج بإمكانهم الناس تواصلون مع الشركات وبإمكانهم أيضا الناس يحزون من خلال تطبيق كريم أو من خلال تطبيق أوبر أو من خلال تطبيقات أيضا موجودة في الإمارة من شركات مختلفة سبع شركات مختلفة ما شاء الله نحن نحن منتقلين والذي أصبح أحد أهم مواجهات الأمار الحضارية لا سيمة أنه يعد ثاني أكبر مسجد في الدولة بعد مسجد الشيخ زايد رحمة الله عليه في أبو ضبي وأيضا هو الصرح الإسلامي الأكبر على مستوى المنطقة وأبرز ما تستقبل به الفجيرة ضيوفة ساعده في استقطاب أنظار القادمين إليه توجيه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الأفجيرة بعدم اعتماد أي مشاريع سكنية أو خدمية في محيط المسجد طبعا هذا الموضوع خلي المشاهدين أو جميع السياح اللي حوله يقدرون التقاط جميع الصور من أي جهة لأن الحمد اللي على المنطقة تقول منطقة مفتوحة ما في حواليها أي مباني وطبعا مشاهد تزداد رمزية المسجد أكيد وتأكيد بصمتها التاريخية على مدى الأجيال من كونه يحمل اسم مؤسس الاتحاد وباني نهضة الإمارات المغفور له بإذن الله تعالى الوالد الشيخ زايد بن سلطان آلين هيان وتم البدء بأعمال التصاميم الهندسية لهذا المركز الإسلامي في منتصف عام 2005 وأولى صاحب السمو حاكم الفجيرة عناية خاصة لهذا المشروع حيث كان يقوم بنفسه بمتابعة التصاميم والإشراف عليها واقتراح التعديلات واختارت حكومة الفجيرة مكانا فسيحا لإقامة المسجد حيث يتوسط المدينة ويخدم كثافة سكانية تتمركز في أكثر من عشر أحياء سكانية في إمارة الفجيرة أكيد طبعا هذا المكان قلنا مكان حضاري والجميل في أنه أبرز المعالم الموجودة في دولة الإمارات أو ثاني مكان في دولة الإمارات يعتبر من أضخم المباني وفعلا السياح دائما يروحون لها السياح سيهام وكل الناس ويعتبر المكان فسيح جدا لذلك تم اختياره نقطة لانطلاق مدفع رمضان حتى ونحن نغطي برنامجنا برنامج مدفع الأفطار نطلق المدفع من هذا المكان ويعتبر مكان مميز جدا يحمل حضارة وتصاميم إسلامية يعني تلفت النظر إليها ودائما تكون مقصد السياح وكل الناس نعم سمير الحيو مشاهدين وصلنا للختام إن شاء الله فقراتنا نالت تعجابكم نجلككم باتشر إن شاء الله نفس التوقيت إن شاء الله مشاهدين نحن مستمرين معكم إن شاء الله في برنامجنا لكن غدا بإذن الله إلى ذلك الحين نستودعكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة